مرحباً بالجميع، أتمنى أن تكونوا بخير في هذا الفيديو سنشاهد غواصة مفقودة تدار بوحدة تحكم ألعاب فيديو عرضة شكاوى منذ 2010 قبل مشاهدة هذه الفيديو، أدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على أعجبني إذا أعجبكم الموضوع، ولا تنسوا الضغط على الجرس الصغير لتصلكم آخر الأخبار من قناتنا تحدثينا عن وحدة التحكم في الألعاب التي تدير غواصة تايتنز المختفية عرضة لشكاوى منذ إطلاقها تماماً هذا ما كشفه تقرير لصحيفة دايلي ميل البريطانية يوم أمس منذ اليوم الأول من اختفاء هذه الغواصة التي تحمل على متنها خمسة أشخاص طرحت أسئلة حول طبيعة عمل هذه الغواصة وآليات التحكم بها ومن بين الأمور التي كانت مفاجئة هو أن الجميع اكتشف أن هذه الغواصة تدار بواسطة وحدة تحكم فيديو معدلة وفق تقرير الديلي ميل فإن الأمر يتعلق بوحدة تحكم لشركة لوجي تيك تدعى لوجي تيك جي عفواً F710 Gamepad وقد أطلقت عام 2010 وكان الرئيس التنفيذي لشركة Ocean Gate المسؤولة عن غواصة تيتان هو بنفسه قد كشف عام 2022 أن هذه الغواصة تدار بالفعل بوحدة التحكم هذه والتي لا يتجاوز ثمنها نحو 30 دولاراً ديلي ميل كشفت أن هذه الوحدة هي عرضة شكاوى من قبل مستخدميها منذ طرحها في السوق عام 2010 وذلك بسبب فقدان الاتصال باستمرار والانقطاع طوال الوقت كما أشرت بعض الانتقادات الأشخاص الذين استخدموا هذه الوحدة على الإنترنت أشارت إلى أن الضغط على بعض الأزرار على أزرار معينة في هذه الوحدة يؤدي إلى التشويش على الوحدة بأكملها إضافة إلى أن وحدة التحكم في الألعاب هذه لا تتوافق إلا مع أنظمة ويندوز وكروم التي مضى عليها عقد من الزمن ديلي ميل كشفت أيضاً أن أسهم شركة لوجي تيك انخفضت بنسبة 3% صباح أمس مع انتشار أنباء فقدان هذه الغواصة التي تستخدم جهاز تحكم الشركة نذكر فقط أن هذا لا يعني أن الوحدة هي المسؤولة عن اختفاء الغواصة لأن لا أحد يعرف بعض السبب أو الأسباب وراء هذا الحادث لقد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أشكركم على البقاء حتى النهاية وأدعوكم لمشاركته مع أصدقائكم ولا تترددوا في التعليق وطرح الأسئلة سأحاول الإجابة عليها أقول لكم وداعاً وإلى الفيديو التالي